أول يوم بالمدرسة هاولت أمي أن توقظني من النوم لكنني امتنعت لأنني لا أريد أن أذهب إلى المدرسة إذ طرت أمي إلى حملي ووضعتني في الحمام أمام الصنبور لم أحرك يدا ولا قدما قامت هي بغسل وجهي ويدي وشعري ثم حملتني إلى دولاب الملابس ألبستني قميصي ومعطفي أغلقت الأزرار وأنا واقف كالتمثال وعندما قامت بتصفيف شعري أعدته إلى وضعه الأول أخذتني إلى حجرة الطعام وضعت أمامي كوب لبن وفطيرة وذهبت إلى حجرتها لترتدي ملابسها شربت اللبن وسكبت بعضه على ملابسي جرت سريعا إلى المطبخ وأحضرت فوطة ونظفت ملابسي في المدرسة كان كل شيء جميلا دخلت المبنى فوجدت لوحات على الحائط وبالونات كل المعلمات يبتسمنا فاولت معلمتي أن تأخذني فتمسكت بثياب أمي وقلت لها لا تتركيني هنا رأيت كل الأطفال يبكون أخذتني المعلمة بحنان إلى داخل الفصل وقالت لي أنا تريد أن تجلس اهتديت إلى ركن في الفصل حيث يجلس دب أبيض أخذت مكاني بجانبه فقال لي أهلا بالصديق الجديد ما اسمك؟ اسمي إيادو وأنت ما اسمك؟ أنا دبدوب يا تفضل معي ننشد نشيد المدرسة أول يوم بالمدرسة حاولت أمي أن توقظني من النوم لكنني امتنعت لأنني لا أريد أن أذهب إلى المدرسة إذ طرت أمي إلى حملي ووضعتني في الحمام أمام الصنبوري لم أحرك يدا ولا قدما قامت هي بغسل وجهي ويدي وشعري ثم حملتني إلى دولاب الملابس ألبستني قميصي ومعطفي أغلقت الأزرار وأنا واقف كالتمثال وعندما قامت بتصفيف شعري أعدته إلى وضعه الأول أخذتني إلى حجرة الطعام وضعت أمامي كوب لبن وفطيرة وذهبت إلى حجرتها لترتدي ملابسها شربت اللبن وسكبت بعضه على ملابسي جرت سريعا إلى المطبخ وأحضرت فوطة ونظفت ملابسي في المدرسة كان كل شيء جميلا دخلت المبنى فوجدت لوحات على الحائط وبالونات كل المعلمات يبتسمنا حاولت معلمتي أن تأخذني فتمسكت بثياب أمي وقلت لها لا تتركيني هنا رأيت كل الأطفال يبكون أخذتني المعلمة بحنان إلى داخل الفصل وقالت لي أنا تريد أن تجلس اهتديت إلى ركن في الفصل حيث يجلس دب أبيض أخذت مكاني بجانبه فقال لي أهلا بالصديق الجديد ما اسمك؟ اسمي إيادو وأنت ما اسمك؟ أنا دبدوب يا تفقل معي ننشد نشيد المدرسة ترجمة نانسي قنقر